السبسية هي اتباع من الانسان صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل للإنسان أن يستلف ليحج ومن حج وعليه دين حال هل يصح حجه سواء سمح له صاحب الدين أم لا نعم أولا يا أخوان ججب أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه أنه لم يوجب الحج على من عليه دين رعفة بالناس فإذا كان عليك دين لا تحج لأن الحج لم يجب عليك أصلا ولو لقيت ربك للقيته وأنت غير مفرد لأنك لم يجب عليك الحج فأحمد الله أن الله يسر لك واعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة والآدم ما يسقط شيء من حقه وحق الله مبين عليك على المسامحة أترد فضى الله عليك وتقول بحج عليه الدين ويبقى الدين عالقا في ذمتك مع أن الحج ليس واجب عليك الحج لا يجب على من عليه دين أبدا إلا إذا كان الدين مؤجن وكان الإنسان واثقا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه وكان بيديه دراهيم يمكن أن يحج بها فهنا نقول حج لأنك قادر بلا ضرر وعلى هذا فالذي عليه دين للبنك العقاب وهو واثق من نفسه أنه إذا حل القسط أو فاه وبيديه الآن دراهيم يمكن أن يحج بها فليحج وأما إذا كان لا يتق أنه يوفي الدين إذا حل القسط فلا يحج ويبقى الدراهيم عنده حتى إذا حل القسط وأدى ما عليه أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح